هل وجود عمر مرموش في فريق انتراخت فرانكفورت زاد من قيمة النادي التصوكية تحديدا في مصر وفي الوطن العربي شفنا متابعات كثيرة جدا من الجمهور المصرية والعربية على حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لانتراخت فرانكفورت قيمة وجود لعب مصري كبير زي عمر مرموش في انتراخت من الناحية التصوكية نعم وبكل تأكيد ففي نهاية المطاف يرجع ذلك الى تطور الاداء والانجازات التي تظهر في الملعب من الفريق بشكل عام ومننا كنادي وكما ذكرت ان عمر مرموش لم يصنع ذلك لنفسه فقط فهذه الانجازات لنا جميعا كفريق وكنادي لكي نصبح في افضل حالة فهذا يساعدنا جميعا بل يساعد ايضا زملائه ويطور الفريق ويضعنا دائما في مكانة جيدة مما يرفع قيمتنا التصوكية كفريق ولكن عمر مرموش وتواجده معنا هذا يعتبر ميزة كبيرة لنا لابد من الحفاظ عليها تعلق عمر مرموش مع الفريق خلاك كمدير لوياضي للنادي والفريق التقري في النادي تنظرون اكثر للعب المصري في الدوري المصري هل تبعتم اي لعبين مصريين في الوقت القريب الوقت السابق القريب؟ نعم بكل تأكيد السوق المصري جيد وجدير بالاهتمام بالنسبة لنا حيث هناك لاعبين كثيرين جيدين جدا فدائما ما نبحث عنهم ونراكبهم بشكل جيد فمن الوارد ايضا ان نجد لاعب مناسب لنا وقد نسعد بذلك بالتأكيد ان نحصل ونستقطب لاعب مصري اخر يلعب معنا قلت ليك في البداية ان احنا اصبحنا متابعين لانتراكت فرانكفورت وكأنه فريق مصري نتابعه ونشجعه نذهب معه بعيدا نتمنى له الكثير من التوفيق طموحات انتراكت فرانكفورت هذا الموسم اهدافه هذا الموسم يصل لحد فين سواء في الدول الالمانية او في البطولة الاوروبية في البداية شكرا جزيلا بان لدينا الان في مصر جمهور كبير يشجعنا ويتمنى الفوز لنا هذا يسعدنا جدا وبكل تأكيد علينا ان نحاول ان نحقق تقدم في كل المسابقات التي نشارك بها وهذا ليس سهلا حتى في الدور الالماني لدينا بداية جيدة هذا الموسم فنعلم ان المنافسين اقوياء جدا ولدينا خصوم يمتلكون جودة عالية ولاعبين على مستوى عالي وهذا يصعب بكل تأكيد المنافسة حتى في الدور المحلي على الصعيد المحلي ايضا في الدور الالماني صعب جدا ان نظهر ونكون في المقدمة وان نحافظ عليها او تحافظ على مركزك ووضعك واعتقد ان الحصول على لقب الدور الالماني هو امر صعب جدا بالنسبة لنا وهذا هو هدفنا للتواجد في المربع الزهبي والالتحاق بدوريات اوروبا شكرا جزيلا على وقتكم على دعمكم وتشجيعكم لنا وتمنى ان تقفوا في صفنا وتشجعونا وتتمنوا لنا التوفيق دائما فنحن لدينا لاعب مصري جيد جدا ولدينا فريق قوي وهذا اعتقد ممتع لكم مشاهدتنا ورؤيتنا وتشجيعكم لنا نحن ايضا نتمنى لكم التوفيق ايضا لمنتخب مصر فاعتقد مصر وفرانكفورت الان يعني يمتلكون سويا ويقدمون العرض ممتع جدا وشكرا ونحن على التلفزيون المصري الرسمي ندعوك ان شاء الله في زيارة قريبة الى مصر مع عمر مرموش تشاهد مصر عن قرب وتشاهد الجمالية المصرية وتشاهد الفرق المصرية واللعبين المصريين عن قرب ان شاء الله بكل سرور شكرا لكم شكرا لك شكرا لكم على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 كيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي انتراخت فرانكفورت